بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات من الآية التاسعة والتسعين وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إننا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم فيها إكمال لقصة إبراهيم عليه السلام إبراهيم أبونا أبو إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب فإبراهيم عليه السلام هو أبونا وهو من أولى العزم من الرسل ومن أراد أن يعرف حقيقة الدين الصحيح والإيمان الصادق والإخلاص العميق فليتأمل في أحوال إبراهيم عليه السلام الذي أعطاه الله عز وجل قلبا سليما من الشك والشرك وقد مر معنا طرف من قصته عليه السلام وكيف أنه حطم أصنام المشركين وتعرض للتحريق بالنار وهو مستسلم لأمر ربه ونجاه الله عز وجل من هذا الكرب العظيم ثم إنه هاجر بأهله بزوجته وابن أخيه لوت من هذه الدار وتركها وترك الهجرة وترك الدار والأهل ليس بالأمر الهيئ ولهذا رأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة قال مخاطبا لمكة والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت فهو تركها لله ترك العشيرة وترك الأهل وترك ما اعتاد عليه من الأمكنة تركها لله سبحانه وتعالى ولهذا قال وإني ذاهب إلى ربي أي لأجل ربي هذه الهجرة وهجر هذه الديار هو لأجل ربي سيهدين ثم دع الله عز وجل أن يهب له ذرية صالحة ولم يكن له ذرية صالحة ذرية يعوضونه عن ترك عشيرته وأهله ووالده فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاه وجاءت المنحة من حيث المحنة فإنه قد ابتلاه الله عز وجل بأن هم الرجل الكافر أن يأخذ زوجته فلجأ إبراهيم لله سبحانه وتعالى عند هذه المحنة فكانت منحة من الله حيث رد كيد الفاجر عن زوجته وعرضه وأخدم أم إسماعيل هاجر فرزقه الله منها هذا الولد الصالح الذي هو إسماعيل ثم رأينا كيف أن الاختبارات تتوالى على إبراهيم عليه السلام وفي كل حالة من هذه المحن والشدائد يفرج الله همه ويسدده ويوفقه فبعد أن جاء هذا الغلام الرضيع الوحيد يأمره الله عز وجل أن يذهب به إلى بلد مكة في أرض صحراء موحشة ليس معه إلا شن من الماء تشرب منها أم إسماعيل وترضع ولدها ولكنه أمر الله الذي لا يتردد إبراهيم في تنفيذه ولهذا لما لحقته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم لمن تتركن في هذه الأرض الموحشة التي ليس فيها أنيس أه الله أمرك بهذا قال نعم فإذن هو جاء بها لأمر الله عز وجل وما جاء من أنه حصلت غير من سارة وأنه أبعدها عنها ونحو ذلك ليس هي المحرك لهذه الهجرة إلى أن يأتي بها وإنما حصل هذا لكن ليس هو السبب السبب هو أن الله أمره أن يأتي بها إلى هذا المكان حيث بيت الله الحرام وانظروا إلى إيمان هذه المرأة التي تعلمت الإيمان من إبراهيم عليه السلام فهي عندما قال لها الله أمرني قالت فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى وفعلا الله لا يضيع المتوكلين عليه وبعد أن شب الغلام وبلغ معه السعي يأتي الاختبار الثاني الاختبار العظيم رجل يأتي غلام من أنفس الغلمان ثم لما يصل إلى مرحلة من أفضل المراحل في الطفولة وهي أن يبلغ السعي مع والده يأتيه الأمر من الله عز وجل بذبح هذا الإبل ولنتأمل في أنفسنا هل ممكن أحد منا أن يستجي أن هذا الأمر وجه إليه هل يستطيع؟ هل يستطيع أن يقتل نفسه أو أن يقتل ابنه؟ أم لا يستطيع؟ هل في نفسه شيء يزاحم محبة الله عز وجل؟ هل في نفسه شيء يقدمه على محبة الله عز وجل؟ من بلغ المنزل التي لا يقدم فيها شيء على محبة الله عز وجل فهذا يدل على أنه على جادة سليمة وعلى توحيد مستقيم فهذا إبراهيم لما جاءه الأمر لم يجد بدا من أن يقدم محبة الله على محبة هذا الغلام وهذا أمر معروف في تاريخ المسلمين من أحب الله عز وجل غاية الحب فإنه يجود بنفسه أو بولده يجود بنفسه أو بولده وتأمل في قصة واحد منهم يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف لتصيبك السهام فيموت منهم سبعة دون الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وراء الثاني وراء الثاني من الذي حملهم على هذه الموتة بهذه الطريقة لو لأن محبة الله تمكنت في قلوبهم فهم يموتون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لعنة الله على من لا يحب الأنصار قوم هذا فعلهم من الذي يتجر يطعم في هؤلاء نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك وتأملوا في قصة المرأة التي زنت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفت أن عليها الحد حد الرجم وأن الحد تطهير لها من الذم ولهذا جادت بنفسها وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول طهرني ويتعلم أنها سوف تقتل فلذلك إذا استشعر المؤمن إذا استشعر محبة الله عز وجل فإنه لا يقدم على محبته أحد البتة فهذا إبراهيم يمر بذبح هذا الغلام والعجب ليس من إبراهيم العجب من إسماعيل الذي لا يزال غلاما لكنه رضع الإيمان فهو تربية هاجر التي تقول إن الله لن يضيعنا وهو تربية إبراهيم عليه السلام فيستسلم ويدل والده على الطريقة التي يذبحه بها يدل والده على الطريقة بحيث أنه لو نظر إلى وجهه فإنه قد لا يجر فيأمره أن يتله للجبين يعني على وجهه ليضع السكين على رقبته من الخلف انظروا أي إيمان هذا الذي قام بإبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل العلماء لهم كلام في هل الذبيح يعني الذبيح الذي أراد أن استسلم لله واستسلم للذبح هل هو إسماعيل ولا إسحق وللعلماء كلام كثير والخلاف في هذا قديم حتى بين الصحابة رضوان الله عليه فمنهم من يقول إن الذبيح إسحق ومنهم من يقول إن الذبيح إسماعيل وكلهم يعتمد على روايات ما أخوذ من أهل الكتاب يعني ليس فيه نص صحيح صريح أنه إسماعيل أو إسحق والنصوص التي تسمي أحدهما لا تخل من مقال كما يقوله ابن كثير وغيره من المحققين وإنما أكثرها ما أخوذ من أهل الكتاب وتعلمون أن أهل الكتاب القول الذي يأتون به لا يكذب ولا يصدب ما لم يكن في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على تصديقه أو على تكذيبه لكن الدلائل العامة الدلائل العامة تدل على أن الذبيح هو هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام بمرجحات كثيرة من أشهر هذه المرجحات أن هذا الاختبار بالولد الوحيد أقوى الاختبار بالولد الوحيد أقوى في الاستسلام من أنه لو أمر بذبح واحد وعنده شخص آخر لا سيما ومعلوم أن إسماعيل هو ولد هاجر وجاء وعمر إبراهيم عليه السلام أربع وثمانين كما تذكر الروايات وإسحاق جاء وعمر إبراهيم تسعة وتسعون سنة فدل على أن قصة الذبح هذه متقدمة على ولادة إسماعيل فهذا مما يرجح أن الذبيح هو إسماعيل ومما يرجح أن الذبيح إسماعيل أن الكبش الذي فدي به لأنه فدي بكبش من الجنة أبيض أقرن أقرن يعني له قرنان كبيران وأن أهل مكة احتفظوا بقرني الكبش وكانت معلقة في الكعبة حتى احترقت مع الكعبة لما احترقت في بعض السنين فكانوا يعرفون أن فيه قرنان لكبش للكبش هذا وتتحدث أشعارهم بذلك وربما بعض التسميات عن مجر الكبش في مكة لها نوع من الدلالة على هذا هذا ثانيا ثالثا أن الله عز وجل لما بشر إبراهيم بإسحاق بشره بيعقوب يعني أن إسحاق سوف يولد له يعقوب وهذا من أصرح يكاد يكون من أصرح الأدلة بشره بإسحاق ومن بعد إسحاق بشره بيعقوب فلو أمره بالذبح وهو غلام وهو قد بشره بأنه سوف يولد له يعقوب لكان هذا الأمر مخالف لما بشر به إبراهيم عليه السلام فدل على أنه ليس إسحاق وإنما هو إسماعيل ولكن أهل الكتاب يحرفون النصوص كعادتهم في عداوة وفي الحسد لأبناء إسماعيل فهم يحرفون النصوص لينسبوا الفضل إلى إسحاق وإسحاق لا شك أنه نبي من الصالحين وإسماعيل نبي من الصالحين لكن هذه هي الحقيقة والعبرة هي من استسلام إبراهيم ومن استسلام ابنه لهذا البلاء المبين كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا البلاء المبين وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستخرج هذه العبودية من قلبه ونسخ هذا وفداه بذبح عظيم ولهذا العلماء يبحثون مسألة أصولية وهي أن نسخوا قبل الفعل يعني هل ممكن أن يأمر الله عز وجل بأمر ثم ينسخه قبل أن يفعل وهذه الحادثة دليل على ذلك ولم يخالف إلا المعتزلة ومن تأثر بهم وإلا فهذا دليل لأنه نسخ الحكم قبل أن يفعل إبراهيم وإن كان قد باشر الفعل وجاء بالسكين وأضجع ابنه فخرجت العبودية التي أراد الله عز وجل أن تظهر والحكمة التي أراد الله عز وجل من هذا الأمر ولكنه خفف عنه ورحمه ورحم ابنه ونسخ هذا الحكم فلنتأمل بهذه الأحوال الإيمانية التي في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام ولنعلم أو نستنبط منها ما هي غاية العبودية لله تبارك وتعالى ما هي غاية العبودية لله عز وجل فغاية العبودية لله عز وجل أن لا يكون في قلبك أعظم من الله ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى ولا تقدم أحد على الله عز وجل في أي شيء فإن الله هو العلي الأعلى وهو المقدم على كل شيء ألبت هو المقدم وحتى الرخصة التي جاءت للمسلمين أنه في حال الإكراه أحدهم يستبقي نفسه وينطق بكلمة الكفر فهذه ليست عزيمة هذه رخصة يعني للإنسان أن يصبر ويموت في ذات الله تبارك وتعالى وتأملوا في قصة أصحاب الأخدود في قصة أصحاب الأخدود كيف أنه رمي بهم في النار واحدا إثر الآخر وكلهم قدموا الإيمان على الكفر وحصل هذا من كثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولعلني أذكر لكم قصة لأحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو عبد الله بن حذافة السهمي وهو كان من صغار الصحابة رضوان الله عليه فلما أسره الكفار وكان الكفار يسمعون عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عجب من حيث الثبات على الدين من حيث الشجاعة من حيث الصبر إلى غير ذلك وما حملهم على ذلك إلا ما يحملونه في قلوبهم من قوة الإيمان فقال الكافر الحاكم هل هنا أحد من أصحاب محمد يعني من الأسرى قالوا نعم فيه رجل فجيء به إليه فلما جاء إليه قال له أريد أن تتنصر قال ما عاد الله أن أتنصر وكانت ابنته إلى جواره من أجمل النساء قال له أزوجك بنتي قال لن أتنصر قال وأعطيك نص أملاكي قال لن أتنصر ولو أعطيتني ملك الدنيا جميعا قال إذن أقتلك قال شانك بي فأمر بأن يؤتى بقدر كبير ويجعل فيه ماء وتشعل النار تحت هذا القدر فأراد أن يبين له أنه جاد في هذا الأمر فقال أعطوني بعض أسر المسلمين فجاءوا بأعضاء بعض أسر المسلمين فقال ارموا بهم في القدر ليرى ماذا يصنع بهم فرموا ببعض الأسر في القدر فانفسخ اللحم عن العظم فورا فلما انفسخ العظم عن اللحم قال تريد أن تتنصر وإلا نفعل بك مثل ما فعلنا به قال لا لن أتنصر قال اذهبوا به فارموا به بالقدر فلما ذهب من عنده بكى فظن أنه ضعف وأنه صابته رقة فقال أرجعوه علي فقال راجعت نفسك تريد أن تتنصر قال معاذ الله قال ولماذا بكيت قال بكيت لأنه ليس لي إلا نفس واحدة ترمي بيها في القدر فتخرج وكنت أريد عشر أنفس كلها يفعل بها هكذا في ذات الله تبارك وتعالى فاحتار هذا الكافر من هذا الثبات الذي ما مر عليه أصلا قال أنا ما أريد أن أرمي بك في القدر أريد أن أطلق شراحك بس أريد أن تقبل رأسي أريد أن تقبل رأسي فقال ولا هذه ارمي بيه في القدر ولا قبل رأسك شوف العزة الإيمانية كيف قال ارمي بيه في القدر ولا قبل رأسك قال أطلق لك جميع شار المسلمين البقين ما هو أنت جميع الأسر أطلقهم لك قال هذه قال نعم قال جيب رأسك أقبل فقبل رأسه وأطلق له جميع سار المسلمين ثم رجع بهم إلى المدينة فلما جاء كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما قدم عليه قال تعالي يا عبد الله اقبل رأسك أنا اقبل رأسك أمير المؤمنين خليفة المسلمين يقول أنا اقبل رأسك لهذا الموقف العظيم وهذا واحد ولا المواقف كثيرة من فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دلالة على أن الإيمان الصحيح والعقيدة الصافية إذا رسخت في النفوس ووفق الله العبد فإنه لا يقدم شيئا على دين الله سبحانه وتعالى وإذا تضعض إيمانه أو حصل عنده نقص أو نحو ذلك فهنا تأتي يأتي دور المعاصي ولهذا مثل هذه القصة عن إبراهيم عليه السلام وقصة ولده هي ليقتدي بها المسلمون ذكرها الله عز وجل لينظرون إلى هذه المنازل العالية من الإيمان هذه المنازل الرفيعة بحيث كل ما شعر أحدهم بالكسل تذكر هذه المنازل الرفيعة التي سار فيها الأنبياء وأتباع الأنبياء وتركنا عليه في الآخرين يعني ترك الله عز وجل له ذكرا حسنا ومن هذا الذكر أنه يتلى هذا الذكر الحسن في القرآن وتروى عن الروايات فهذا ذكر حسن ومن اقتدى به فإنه ينال أجرا على هذا الذكر العظيم هنا يعني أيضا مسألة مما يرجح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام أن الشيطان اعترض له اعترض له ويقول كيف يعني من أجل أضغاث أحلام تقتل هذا وحيدك فرماه إبراهيم بالحجر وقيل من هذا رمي الجمرات الآن رمي الجمرات الآن هو تذكار لهذا الموقف الإيماني من إبراهيم إذ رمى عدوه بالجمرات بالحجار يعني استعاذ منه ورماه بمعنى أن الإنسان يحرص أن لا يحول الشيطان بينه وبين عبادة الله عز وجل ويرجمه بما يستطيع وأيضاً لعل الأضحية والهدي ونحو ذلك بهذا الذبح وكان الرسول عليه سلام يتحين أن يكون كبش أقرم في الأضحية لعله أيضاً من إحياء هذه المعاني وهذه المعاني أكثر ما تتجلى في الحج حتى السعي بين الصفا والمروة هو له تذكار بما بما حصل لأم إبراهيم لأم إسماعيل عندما كانت تدور بين الصفا والمروة عندما خلص منها انتهى الماء فيتبحث عن من يأتي ويغيث ابنها الرضيع الذي يكاد أن يموت فيتذكر المؤمن هذه المواقف ويعلم أنه لا يفرج الكرب إلا الله لكن هنا مسألة حول التذكار يضعها بعض الناس في غير موضعها فيقول ما دام أن هذه المواقف الإيمانية شرع فيها هذا التذكار فلماذا لا نتذكر مواقف أخرى لماذا لا نبحث عن محل الغزوات ونتذكر حال هذه الغزوات لماذا لا نفعل كذا لماذا لا نبحث عن جبل حراء وجبل ثور ونحو ذلك نقول هذا من العبودية لله أن نقتصر على ما شرع لنا لأنه لم يقال لنا تذكروا كل موقف الإيماني حصل واصنعوا عبادة عند هذا الموقف الإيماني ما حصل له وإنما ما شرع لنا فنحن نفعله لأن العبادة مبنىها على الاتباع وما لم يشرع لنا فنحن لا نفعله يأتي إنسان ويقول نحن نريد أن نتذكر هذه الرحمة العظيمة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى يوم ولد فنجعل احتفال لهذا المولد وهذا التذكار ما الذي يمنع من ذلك نقول أنه لم يشرع فقط أنه لم يشرع لو شرع لفعله أنه لم يشرع ولو شرع لفعله وقس على هذا فكل ما لم يشرع فلا يفعل وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم لما علم عمر بالخطاب رضي الله عنه أن أناس يذهبون إلى الشجرة التي بايع تحتها ألف وخمسمية بيعت الرضوان وتنزلت عليهم السكينة موقعهم مهم وهم في ظل هذه الشجرة يذهبون إلى الشجرة قال اقطعوا الشجرة لأنه لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال انتبهوا للشجرة وتعالوا إليها بعد ذلك فنحن متعبدون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أيضا حديث رواه الإمام أحمد بسنده وأن كان في سنده مقال عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان ابن طلحة وقالت مرة أنها سألت عثمان لماذا دعك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في في البيت شيء يشغل المصلي قال سفيان لم يزل قرناء الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترق وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد بسنده قال صاحب الكتاب هنا وصحح سنده محققوه وعلى كل يعني ولهذا علق عليها ابن كثير هنا قال وهذا دليل مستقل على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام على أنه يعني الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشا توارث قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا من ما ممكن نشتدل به أنه بعد هذه الحادثة جاءت البشارة لإبراهيم عليه السلام ومعلوم أن البشارة جاءت لإبراهيم عندما جاء الملائكة وجعل لهم الضيافة وهم يريدون إهلاك قوم لوط فبشروه في ذلك الوقت بإسحاقنا وأيضا ذكر هذا بعد ذكر قصة الذبيح عطف بالواء قال وبشرناه وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فدل على أيضا على أن هذه الحادثة متأخرة ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد منن على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما ونصرناهم فكانوا من الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين انظروا كل ما ذكر قصة نبي قصة القوم نوح إبراهيم موسى وهارون يثني على هؤلاء ويبين أن هذا جزاء المحسنين ما يحصل من النصر وكشف الكربة فإن هذا جزاء المحسنين ويثني على هؤلاء الأنبياء الصالحين المؤمنين وقصة وقصة موسى وهارون تعلمون أكثرها قد مرت معنا كثيرا وإن الله عز وجل قال ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وأي كرب أعظم مما فعله فرعون ببني إسرائيل فإنه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويجعلهم في الخدمة له ولبني قومه في أحط الخدمات ولا شك أن هذا كرب عظيم رجل يأخذ الذرية يأخذ سنة يقتلهم سنة يقتل الذرية وسنة يتركهم وهذا أيضا يعطينا أن الطغيان يعني يمر على البشرية طغيان عظيم يعني الناس الآن يتعجبون ما نراه من قتل الأبرياء في الشام وفي العراق وفي غيرها بدم بارد كما يقال وتقتيل الأطفال والنساء إلى غير ذلك فإن هذا الطغيان في الكون موجود ولحكم يعلمه الله عز وجل فإن الله عز وجل لو أراد أن لا يحصل هذا ما حصل لو أراد أن يحصل هذا ما حصل لكن فيها حكم عظيمة بعضها يظهر للناس وبعضها لا يظهر فانظروا إلى هذا المتغطرس الجبار فرعون كيف يفعل بأمة من الأمم كيف يستعبدهم ويستذلهم ويقتل أطفالهم الذين لا ذنب لهم خوفاً 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 من أن يأتي أحدهم يسلب منها الملك لأنه أخبره كاهن أن ملكه سوف يزول على يد غلام من بني بني إسرائيل وانظروا الإنسان والعياذ بالله إذا تمكن منه حب السلطة وكان بالطغيان العظيم كيف تهون عنده كل شيء كل شيء يهون عنده ليتشبث بهذه السلطة وهو ما عنده ضمان كم يبقى في هذه السلطة ما عنده ضمان يعني ما يدري قد يموت ثانية بسكتة قلبية بعد أن يهلك الحرث والنسل يعني لو كان مير عنده ضمان أنه يبقى سنين عديدة في هذه السلطة لكن ما عنده ضمان ما يملك لنفسه موتا ولا حياة ما يدري متى يموت لكنه الطغيان والعياذ بالله وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين والنصر الذي حصل لهم تعرفون عندما فتح الله لهم البحر وكيف انتصروا بمعنى أن فرعون وقومه هلكوا جميعا وصار ما جمعوه من أموال وخيرات يتمتع بها بنو إسرائيل وأعظم من هذا النصر أن الله سبحانه وتعالى وآتيناهما الكتاب المستبين الذي هو التوراة وآتيناهما الكتاب المستبين الذي يوضح حقوق الله عز وجل يوضح حق الله والشريعة التي يحكم بها والتي تقيم الحياة إقامة صحيحة ولهذا قال وهديناهما الصراط المستقيم فمعنى ذلك أنه لا صراط مستقيم إلا ما كان من الله سبحانه وتعالى وكل شريعة يحمل الناس عليها فهي معوجة ما لم تكن من الله سبحانه وتعالى وانظروا إلى هؤلاء الجهل في هذه الأزمنة كيف كل منهم يبحث عن دستور ماذا تصنع؟ قال أريد دستور دستور تسير عليه البلاد دستور يعني طريق مستقيم يبغيث من الذي يصنعه هذا الدستور؟ قال أطياف المجتمع وهل أحوجك الله إلى أن الدستور هذا يصنعه أطياف المجتمع؟ ما في طريق مستقيم آخر تلجأ إليه دعك من الكفار الذين لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى بعض أبناء المسلمين هل حمدوا الله على هذه النعمة؟ على الصراط المستقيم الذي هو معهم؟ أم صاروا يروغون عنه ذات اليمين وذات الشمال؟ وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين يعني الذكر الحسن الذي بقي لموسى عليه السلام وليأخيه هارون والثناء عليهم من الله والدعاء لهم وما جاء من الآيات الكلمات والأحاديث فيما يتعلق بهما فهذا ذكر حسن لهما ولا ننسى ما لموسى من موقف عظيم علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان بأمر الله عز وجل فإن الصلاة كادت تفرض علينا خمسين صلاة وهو في كل مرة ينصح لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ويقول ارجع أطلب من ربك التخفيف ارجع أطلب من ربك التخفيف حتى خففت من خمسين صلاة إلى خمس صلوات في اليوم الليلة وأجرها أجر خمسين فجزاه الله خيرا على هذه النصيحة العظيمة وهي لا شك بأمر من الله تبارك وتعالى وتوفيق لكنه جعله على لسانه كما أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنبينا الشفاع يوم القيامة وكل شيء بأمر الله لكن يجعله له ليوجر على هذا العمل الذي يقوم به وليرتفع شأنه وذكره وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم قال بعد هذا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْلِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وهذا إلياس قيل إدريس عليه السلام وقيل أنه نبي آخر اسمه إلياس وعلى كل فهو من الكوكب المؤمن الصالح الأنبياء التي كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل وانظروا إلى قومه كيف كانوا يدعون صنما اسمه بعل صنم اسمه بعل وبعضهم يقول إنه في بعل بك كان موقعه في بعل بك هذه التي في الشام المهم أنهم يعبدون هذا الصنم وما هي العبادة؟ انتبهوا هنا ما نوع العبادة التي كانوا يعبدونه؟ يدعونه يدعونه فانظر إلى الذين يدعون الأولياء الآن والصالحين الذين يدعون عبدالقادر الجيلاني ويدعون الحسين ويدعون البدوي انظروا كيف أن الدعاء للبعل صارت عبادة بل ما ذكر من العبادة إلا الدعاء لأنه أشهر شيء أشهر شيء في العبادة هو الدعاء أشهر شيء في العبادة هو الدعاء ويأتي بعض الناس يقول لا الدعاء ليس من العبادة ندعوهم هذا نسميه وسيلة وليس عبادة وهذا مصطلح القرآن سمى الدعاء عبادة يدعون بعل ما الذي جعل المسلمين يمارسون ما كان يمارسه المشركون؟ ألا يقرؤون القرآن؟ ألا يعرفون أحوال الأمم السابقة تدعو إيش؟ تفعل إيش؟ ما مر معنا في قصة الأسلام التي حطمها إبراهيم أنهم كانوا يتبركون بها كانوا يضعون طعامهم يوم العيد عندها لتنزل فيه البركة وذهبوا إلى عيدهم وتركوا الطعام لتنزل فيه البركة كما مر معنا في قصة يعني يطلبون منها البركة ألا يوجد في نساء المسلمين الآن من أن بعضهن من يولد لها ولد تذهب إلى قبر البدوي لينال البركة من البدوي؟ فعل المشركين ألا ما هو فعل المشركين؟ أين هؤلاء عن قصص الأنبياء؟ ولهذا قصص الأنبياء جاءت في القرآن لتنزل إظهار معنى التوحيد الحقيقي والإيمان الصحيح وبيان ما كان عليه أهل الإيمان وما كان عليه أهل الشرك إذ قال لقومه ألا تتقون ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين؟ يعني العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى فادعوا الله ولا تدعوا غيره قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة وقتادة والسد بعلاً يعني رباً يعني في لغتهم يعني رباً فمعنى ذلك أنك إذا دعوت غير الله جعلته رب لك لأن الذي يدعى في الحقيقة هو الرب فكأنك جعلته رباً لك قال عكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن يعني لغة أهل اليمن أن الرب عندهم يقولون عنه الرب يقولون بعل قال وهي لغة أهل اليمن وهذا الكلام عن عكرمة وقتادة أخرجوا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وسنده صحيح يعني أن أهل اليمن يطلقون على الرب بعل في لغتهم كذا لكن تعلمون اللغات الآن بعض الناس لا يدركها جميعاً وبعضها تكون مهجورة في بلد وهؤلاء كانوا في زمنهم أعلم بهذه اللغة نعم وفي رواية عن قتادة قال هي لغة أزد شنوءة وقال عبد الرحمن بن جيد بن أسلم عن أبيه وإسمه صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعل بك غربي دمشق وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه وقوله تعالى أتدعون بعلاً أي تعبدون صنماً وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له قال الله تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون يعني كذبوا هذا النبي الكريم ومحضرون يوم القيامة للحساب إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين منهم وهذا استثناء مقطع يعني أن هؤلاء لا يحضرون للحساب لأنهم أهل إيمان وتركنا عليه بالآخرين يعني تركنا ثناءً جميلاً سلامٌ على إلياسين قال كما يقال في إسماعيل إسماعين وهي لغة بني أسد ثم قال سبحانه وتعالى وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وهذا أيضاً ذكر لقصة قوم لوت ومر معنا أن لوت ابن أخ إبراهيم وأنه هاجر معه لما هاجر لكنه بعث في قرى قوم لوت ولهذا دُمِّرَت قوم لوت والملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بإسحاق كانوا متجهين لإهلاك قوم لوت وقوم لوت أهل شرك ليسوا أهل لواط في حسب بل أهل شرك وأهل لواط يعني كانوا في أخبث الأخلاق وكانوا أهل شرك وهذه الفاحشة الشنيعة فاحشة اللواط ما كانت معروفة في الناس هم أول من بدأ بها لأنها ضد الفطرة أصلاً ما كانت معروفة حتى كان الصحابة يتعجبون يقولون لو لأن الله أخبرنا عن قوم لوت ما صدقنا أن ذكر يعلو على ذكر ما صدقنا ما ترد بأذهانهم مثل هذه يعني زين لهم والعياذ بالله هذه الفعلة الشنيعة التي هي الآن منتشرة عند الكفار بل أصحابها لهم لهم مؤسسات ولهم أحزاب ولهم من يدافع عنهم ولهم من يريد أن يمارسوا حقوقهم زعموا يعني يريد أن يمارسوا انتكاس الفطرة والغرب يسميهم بالمثليين وهذا يدل على البهيمية التي وصل إليها الكفار وهم يزعمون الرقي والتقدم إلا أنهم وصلوا إلى هذه البهيمية التي يريدون تشريع قوانين لحمايتها وإعطاء حقوقهم ويظنون أنهم وصلوا غاية عليا من التقدم والرقي ويظن بعض الجهل من أبناء المسلمين يدعو إلى طريقتهم وإلى ديمقراطيتهم وإلى دساتيرهم وفي النهاية نصل إلى هذا المستوى يعني ممكن أن يوجد من أبناء المسلمين من يقول شرعوا حق المثليين وهذا يدل على أن الإنسان مهما اخترع من الصناعات ومهما بلغ من العلم المادي علم الدنيا فإنه إذا حجب عن الوحي فإنه كالبهيمة لا يعرف الحسن من السيء وإلا أنظروا إلى هذه الفعلة الشنيعة التي الله عز وجل دمر أهلها ورفعهم إلى أعلى ثم خسف بهم الأرض انتكست عليهم وانقلبت عليهم الأرض ولهذا هذا ما أخذ بعض العلماء الذين قالوا اللوطي يوضع في أعلى مبنى شاهق ويرمى به من أعلى مبنى مبنى في البلد أخذوا من هذا أن الله رفعهم إلى السماء رفع قراءهم إلى السماء ثم ما قلبهم عليهم وهؤلاء قوم لوط الذين نجاه الله عز وجل من فعلتهم ونجى له أهله إلا هذه العجوز المجرمة العجوز المجرمة التي عاشت في بيت النبوة ولم تستفد من بيت النبوة شيء وتأملوا رحمة الله إذا أدركت إنسان تأملوا في زوجة فرعون في بيت هذا الطاغية في بيت ملك ولم تطغى ولم تكفر لم تطغى ولم تكفر وكل شيء من متاع الدنيا تحت يديها فلم تطغى ولم تكفر وبقيت على إيمانها وتأملوا في هذا العجوز في بيت نبي وتكفر مع الكافرين حتى يعرف الإنسان أن الذي لا يهديه الله عز وجل لا أحد يملك له الهداية وإن لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فإن مر عليهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يعني أن قراهم على طريق القوافل فمعنى ذلك أن القوافل إذا أصبحت مرت على طرقهم وأحيانا تمر عليها في الليل وأكثر القرى التي دمرت وأكثر الأمم التي أهلكت كان الناس يعرفون عنهم أخبار ولهذا يذكر الله بهم لأن الناس يذكرون الأخبار يعني الناس مثلاً كانوا يعرفون قصة أبره لما جاء بالفيل يريد هدم الكعبة يذكرون هذه القصة ويعرفون أن الله حمى بيته وأن الله انتقم من هؤلاء بطريقة لا يعهدونها ولا يعرفونها طير أبابي فهذه يعني قصص عبر كان الناس يدركونها ويتداولونها ويتداولونها بينهم في الأخبار ثم قال بعد ذلك وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ فَالْتَقَمُهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيمَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمْ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ السَّقِيمَ وَأَنْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِيَّقْطٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزْيِدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ وملخص قصة يونس عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى خلق كثير مئة ألف أو يزدون فتوعدهم بالعذاب لما صروا على الكفر وبعد أن توعدهم راجعوا أنفسهم وهو غضب عليهم وخرجا اجتهد فخرج ولم يستأذن ربه في الخروج ولهذا قال وهو مُلِيم ومعنى مُلِيم يعني فعل ما يُلَامُوا عليه فعل ما يُلَامُوا عليه ولهذا عقبه الله عز وجل بهذه الحادثة وهؤلاء القوم لما خافوا من العذاب خرجوا في البيداء وفرقوا بين كل والدة وولدها ولجوا بالدعاء لله سبحانه وتعالى فرفع عنهم العذاب وأما يونس عليه السلام فقد ركب في سفينة مُحملة لا تزداد يعني الحمل اللي فيها ثقيل يادوب تمشي بالحمل فلما ركب معهم صارت السفينة تغرق فقالوا الحمل الثقيل لابد أن نرى كيف نُخفف فنحتاج أن نعمل قرعة ونربي بواحد مننا حتى يخف الحمل فجاءت القرعة على يونس عليه السلام وقيل أنه كُرِّرت القرعة ثلاث مرات كلها تنزل على يونس ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ثم لما رآها عرف أن هذا ابتلاء من الله عز وجل فخرج من السفينة ورمى نفسه بالبحر فأرسل الله له حوت عظيما أدخله في بطنه لكنه لم يكسر له عظما ولم يجرح له لحما فصار يونس يدعو الله عز وجل في ظلمات ثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ويدعو بهذا الدعاء العظيم لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين ولهذا كما جاء في الحديث دعوة أخي ذنون لا يدعو بيها مكروب إلا فرج الله له يعني إذا ألم بك كرب فقل لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين ولهذا لما صار هذا الدعاء وهذا التضرع لله سبحانه وتعالى قالت الملائكة يا رب دعاء من عبد معروف كنا نرفع له عمل صالح قبل ذلك عبد معروف وهذا يدل على أن العمل في الرخاء تأتي فائدته في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فكانوا يرفعون له عملا صالح والآن في كرب فأوحى الله عز وجل إلى أن يقذفه الحوت على شاطئ البحر لكنه في حالة يعني عظيمة إنسان من بطر الحوت في هذا المكان ما يتحرح فمن حكمة الله عز وجل أنبت عليه شجرة من يقطين وهذه الشجرة قيل تمتد على الأرض تغطي يعني أوراقها عريضة تغطي وعلماء النبات يقولون أن شجرة اليقطين لا تجتمع على الحشرات نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمد تشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتغفر